موسيقى مشاهدة الأعزاء تحية فنية مرشوشة بالورد والريحان مع الطراء بننمسك والسوسن مرحبا وألف مرحبا بكل من كيشاهدنا في كل مكان أنا وياكم مدعوين اليوم لصفر خاص مدعوين نركبه وظهر ريشة ونطيره في عالم الألوان أعزائي المشاهدين صفرنا اليوم هو رحلة في حياة إنسان صفرنا هو رحلة في لوحة في حلقة اليوم بغت تأكد لنا الفنانة ديالنا من خلال الرسم ديالها باللي الله هو ديما معانا فيما كنا حتى من اللي كندخل الأسواق باش نقضي حاجتنا المعيشية اليومية فالله حاضر ديما في حياتنا وكاهتم بكل صغيرة وكبيرة فيها كتقول كلمة الله حسن ما جاء في الإنجل الشريف وأحل بينهم وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا فتابعوا معنا حلقة اليوم شوفوا وسمعوا وتمعنوا أنا كبرت في أسرة متديينة بزاف أب فاقيه وحافظ لكتاب الله كنا احنا طبيعة الحال كنا فاخورين بعد التربية هذه احنا سبعات ديال الإخوة وأخوات فكان منوع لنا بزاف أننا نتكلموا كلام ديال الزنقاق كلام خيب أو نغنيه مثلا في البيت أو نسولوا أسئلة اللي كتمس بالإسلام قالني فاش كان صغير كان كلهم ديالي هو كيفاش نكسب بلود ديالهم والمحبة ديال الأسرة فمشيت كان صلي فبديس كان حفظ آيات بزاف وناس صغير وكانوا كيش يجعوني حتى حفظ مجموعة ديالصور قيت بالليل الله ضروري في الحياة ضروري أن الفراغ اللي عندي خصني ملقه بالمحبة ديالله كان أول شيء غادي نديل هو أنا غادي نقرأ في كتب ديال الأب ديالي وغادي نتصدم سراحة أنا غادي نجيب ديالك الكتب ديال الأب ديالي غادي نقرأ فيهم غادي القاوم كلهم كيضروا على كتب ديال دمياطي هدو كتب ديال شعوادة كتب الصفراء كيقولوا اليوم فاللي كان كيوقع لي ديك احتيكاك بزي كل ما كان حتيك يطيح صور من الإسلام وصلت للسين ديال العشرين سنة تقريبين 21 نسان أنا تعرفت على واحد صديق وكان متذيين مزيان نضمت جماعة إسلامية بقيت فيها تقريبا عام كتب تيش شجعونة على الإسلام كيفش تمسك بيه كيفش تعيش حياة إسلامية الليباس كيفش بززاف الحوج مو كان ذاك شيء كيهتم على التوقوس بززاف والعادة للسلطة عادة ومجوش الحوج من بعد ما ما حسيش باللي فعلا هذك الفراغ اللي اللي كتك نقلب عليه أنه ما حسيش به علاقة كبيرة بالله فانسحفت بوحدي خرجت الراسي خرجت عاوت تتلاقيت بصديق آخر هذك الصديق حتى هو كان متذيين وذك الدين دياله من نوع خاص يعني كانوا كيهتموا بطرق روحية بززاف فتعرفت وكان كي نتعمل جماعة فدخلت معها الجماعة الإسلامية هي معروفة في المغرب فانضميت لذك الجامعة وكنا كان ركسوا بزاف على الصلاة وكان طلبوا الله يحضر معانا وكذا ببوح التوقوس وبالذكر وكان قولوا نذكروا الله نذكروا الله ثلاثة تسويع متابعة تلا ما كان قولوا شنا عقله يعني بحل نوع من تخدير يعني حسيت بديت كان حس بفارع في البدية باللي ذك شي زوين وذك شي غادي يخدم في الروح ديالي وفيه طاعة الإسلام والله وذك شي فيه لمسة دي الأولياء ديالله يعني أشياء اللي كانت مغلفة بالأسرار فهما كانوا يقولوا ورا كين كرامات كين أشياء كتوقع كين الناس كي وقع لهم أشياء معجزية ذك شي ما تخيلوش الإنسان فات يخصنا أننا نحن نطلعو فكانت تذك الطاعة عمياء يعني كنت تذكر 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 وكان بغير نحس براسير أني كان وهم راسي أنني كان كبير في الأمور الروحية يعني كان نتبدل كان تغير لأن أساس الهدف ديالي هو التغير فوصلت لواحد درجة قيت هذك الجامعة ما وصلتش ما وصلتش مع هذك تيجاه اللي بغيت فانساحبت نساحبت وقع ليا أنني نقالبت حتى على الأفكار ديالي أعترفت باللي الإله يعني تخلى عليها يعني أنا درت أصلت لذك الدرجة أنني درت المجهود ديالي قلبت عليه في الأسرة ديالي ما قيتش الله قلبت عليه في كتوب الإسلام ما قيتش قلبت عليه في الجماعات اللي كيدعون هذة الإسلامية وذك شي ما وجدش الإله اللي كنتقلب عليه فمشيت الجامعات اللي كنتتكلم على الله بشكل روحي أكتر على الله هو إله قريب منا كيسكن وسط منا كده فقيت ذك شي تلاعب بغير بالأرفاض وأوهام فعني أي واحد ممكن تخيل إن قيله كيف سهد يكون كنت بغيت الله يكون أحسن من ذك شي اللي كنت تصوره في الإسلام فاللي كان يوقع ليا ذك حتيكاك بزي كل ما كان حتيك يطيح طيحة أصور من الإسلام كل ما نجي نقرب بس نعرف الله ونعرف الدين دياله ونعرف الإسلام وذك شي كان صدم كل مرة كل مرة قيت نفسي في العالم هذا هو المهم فالفارغ دائما تيبقى فضروري أن أخصني نعمر فارغ بفارغ أجدرت بشي تبديت كان ضيع فوقتي كان نلعاب طراسة ديالي مبقاش غدا بذلك السيستام اللي كانت فيه في الأول لأن القيلة بكن كبير كان علموش تأماء وقرأت الدين قرأت بزيزاة الحويل حتى غدا نصل الكلمة في ذي الواحد فلوزوف ألماني نيتش يتقول لقد مات الله يعني فعلا فلاش قريتها كان بحل جواب ديالي لأنني صافي حياة ديالي غصة تبدأ بلا تشكلها يعني اتجاه يعني إلحاد كل ما بعت على الدين وعلى التديون وعلى كل ما غدا يلقى الإنسانية ديالي غدا يلقى نفسي وغدا تقوح تعالقتي مع الناس لأن غدا ينعوض ذك شي اللي كنت مخدوع فيه وغدا ينعوضوا بمحبة للناس وذك شي ففكر الإلحاد وذك شي كان يخليني ديما عنديش دامير كان بغي أنني نكون مزيان مع الناس أنني علاقتي تحسن مع الناس نعيش ذك شي اللي كان آمن بي وكان قراء وذك شي ما يمكنش لأنني ديما بين نفسي كان واحد شي حاجة خاصة شي قوة خاصة وواحد بش دامير وإحساس بالدنب ديما كان كي حاربني فتيوقع أنه واحد في يوم اليوم والأيام وكنا معه وحد صادق في البيت حد البيت ديال هذا الصادق كان أحصل على إنجيل فقال لي يا أخو دوما ديما ندير به فخديته من عنده مشيت للدار بديت أن نقرأ فيه كان إنجيل صغير بديت أن نقرأ فيه وكان بالعربية فبديت أن نقرأ به ما أعتارش نتيبه ديالي لأنه أنا ما كان عرفوش أولا ترجمة ديال إنجيل وفي نفس الوقت كان كمباري مع الأسلوب ديال القرآن فقريت غير مقدمات ديال وذيك شيء وحطيت وخليت فوأنا كل ما كان بععد كان بععد ديما تيخصني كان قول فينا هو الله فينا هو فتلقى ديما ديما ديك الإنجيل حدايا كان أرجع كان قول لا بقي لم أفهمت كان قرأ نقرأ نقرأ حتى كان نقرأ ديك الأمثلة وصلت الأمثلة دي المسيح فقيتها عجيبة بزاف يعني وخا كلام بسيط كلام عادي ولكن حسيت بالقوة قوة كينا فيه فعجبوني ديك الأمثلة حتى أنا قلت كانت تكلم مع الناس وكان قلت نجبد ليهم أمثلة وذيك شيء غير نظر بلا إيمان غير كان ثقافة كعجبني ديك الأمثلة فولا بديت كانت سمع كينين مسلمين كينقضوا هالتعاليم دي المسيحية فقلت هذي فرصة أنني ندير مقارنة فمشيت وشريت واحد كتاب فكان القرنفذ ديك الكتاب وكان وجد وكان كيتكلم على واحد الآية في العهد القديم تيقول ملعون كل من علق على خشاب فكانت وجهتهم المسيحين كيقولون أنتم تعبدوا إله ملعون أنا قلت ممكنش إيمان هذي سنين قرون قام على إيمان بيتشكل هذا ممكنش كان قلب في الظهر الغلاف تلقى العنوان دي المدراسة دي اللي رسلو ذاك الإنجيل ذاك الصادق فارسلت لهم وصيفت لهم رسالة جيتك نسو الناس دي المدراسة قلتوا أشوق أرى وصل أنه وش مصطح مسيحين كي عبدوا إله ملعون كل جاوب وصلوا بسيط كتقولي فعلا المسيح هو صار لعنة من أجل خطيانا وعطاتني آية كتقولي كتتكلم باللي المسيح هو فعلا اللعنة من أجل أنا أنا اللي كنستحق الموت ذاك الآية خدمت باش جعلتني أكتر اقتناع بالمحبة دي المسيح مني كان سمعوا أنه وخدى لعنة ديالي وخدى الألام ديالي والمشاكل ديالي والأخطاء ديالي والجرائم ديالي وعصاري يعني حسيت بالدور اللي داروا المسيح في حياتي فبديت كان نعرف أكتر عن المسيحية هذك الاحتيك ماشي آمنت ذاك الساعة مجرد أنني عرفت هذه الأشياء أنا بديت كان بحث وكان فوصل حتى سانة تقريبا فقررت أنني آمن يعني بكثرة ما إنسان يقرأ المسيحية ويعرف الناس بحوكم مسيحين حسيت بالذك الرغبة أنني نملأ وحد وحد الفراغ كان عندي وذك الفراغ ممكنش يكون إلا لاحسيت باقتناع وبإيمان يعني ذاك الإله يكون قريب لي بزار فكل أشياء اللي كتكن قرأ في المسيحة كانت تكلم عن ذاك الإله اللي هو فعلا غادي يغطي وغادي يسد ذاك العطش ديالي اللي كان نقلب عليه فقررت باش نآمن آمنت بلا ما نعرف كيفاش غادي نرضي الله هني آمنت كيفاش غادي نرضي المسيح كيفاش غادي نعيش حياتك يرضى علي المسيح خاصنين نصلي نصلي خاصنين مشي الكنيسة غادي نمشي الكنيسة أنا مغريبي يعني كيفاش غادي ندخل الكنيسة وغادي خليوا نظن كان صارع صعيب فقلت علش ممكن يكونوا مسيحيين مغاربة بحالي أنهم تهوا مقا والماسيح باتش شكل أدمي ممكنش ضروري غادي يكون شي واحد مؤمن أول حضور ديالي في الكنيسة تلقى مؤمنين بزايف كانوا كيتنا وكيتناوني انتم مهم بزايف وكيتناوني غادي نحضر فاش حضرت تكلموا المسيح قرأوا في الكتاب المقدس فغادي نتفاجأ بهم كي يصليوا قالوا غادي نصليوا وواحد بدأت يصلي وبقى كيتتكلم بحالة كيدوهم مع صاحبه أنا ما كان عرفش هذه كي الطريقة في صالة كان قدر نصلي ولكن ما تتكلمش نقع نقول في وكي يصلي وكي يبقى يقول أخطاء دياله وكي يبقى يبقى يعرض كل هموم دياله وكل مشاكل دياله وكي يصلي وكل شي كي يسمعه وكل شي في واحد أنا نبغرت مزيان كي يسالي واحد صالات كي يجي واحد أخر حدا كي يصلي حتى هو كي يصلي بنفس طريقة كي يقول مشاكل دياله كي يسكب بالقلب دياله أمام الله يعني واحد واحد تلقائية بحالة أنا كتب في ذكر الحضور ديالي لم تتأكد أنني غادي نبقافها كتب غالب بغيت نشوف هذا المشتماع كيفاش دير يعني ما كانش منقرر أنني غادي نبقاف هذه الكنيسة بغيت غير نعرف كيفاش هذك الحياة دياله فكان فوق التصور ديالي يعني حبيت هذه الكنيسة ما فاش بغوي مش وما بغيت نبقاها معهم يعني وما كي يصليه حسيت بحالة كي يصليه من أجلي ففعلا حسيت بواحد القوة وانا كنصلي حسيت فعلا ذك قوة دياله اختبرت هذك قوة طلع القدس يعني ذك الانسان ما يبقاش يشعر يعني يكون في الله حس بالله فيه في محبة دياله وبكيت بكيت بززاف انا كنصليه ذك اللحظة ما قدرش نقوش حال حال بكيت انا ذك الوقت كل الخطايا ديالي كل ذك الدنوب اللي تكن دير كل حضرات حتى ذك الوقت فقالوا لي هذك تبكيت دي الروح القدس فبني سمعت فرحت بحاوك اللي خليني من بعد نمشيت بديت كان أتم كنقول شكونا وضع الروح القدس يعني كل نهار كنكتش في أشياء جديدة بديت كان قرأ بزاف غير عن الروح القدس فبديت كان صلي كان سمعت يقول خصك تصلي فالروح تمشي كان قرأ الآيات ديال صلوا في كل حين بأن المؤمن الحقيقي والساجد الحقيقي قصويا بالله بيسجد الله بالروح وبالحق بديت كان تسأل وكان قرأ على هد على هد القوة هذي كيفاش نحصل عليها بأكتر وتكون في يديمة ففعلا عرفت الروح القدس هو قوة ماشي من العالم وماشي أي إنسان يأخذ الروح الله فحسيت بالقيمة ديالي عمد الله ماشي أي إنسان يأخذ الروح القدس وانا في الروح الله يعني بديت فرحت قديت مود ده في الكانيسة فكل ما كانت لقاه وأنا بغي نتعمل لأنني عرفت في المعمودية يعني إنسان القديم العاتيق خصو يموت أنا بغيت نموت بغيت نبدأ جديد فكان هذك المعمودية وهذك الماء وذيك شي كان بحل بحل وحد الفرصة باش أنني ندفن هذك الإنسان القديم اللي بغيت يموت فعلا فحتجى وحد الوقت اللي قالوا لليار غادي يتعمد ففعلا داز هذك الجو صلينا وذيك شي وكل شي كان يصلي من أجليه يعني وحد الجو يعني حضور ديالله كان كبير وحد شكل ما يتصور خسان أن إخوة كانوا معارف كنيسة شافوا شافوا شجعوني مزيان وحسيتوا أخ قل لي أنا كان شوف شفت شجرة كبيرة أحدك شجرة عامرة فيها أوراق كتيرة قل لي وقف أحدك ففرحت بزيال منيسمعت هاتشجيع فكان هاتش كيعزي كيعزي تشجيع وكانت سمع من عند هذا من عند هذا يعني عرفت فعلا أن الله في كنيسة وعرفت فعلا أن الله معي أعزائي المشاهدين إحنا وصلنا لمحطة نهاية حلقة اليوم كانت مننا تكونوا استمتعتوا بالرحلة كما كانت مننا تكونوا تلمستوا مع روح اللوحة والخصة التي سمعناها مع بعض معادنا معكم ستجدد في الحلقة الماجية مع لوحة جديدة وصفر جديد وفي انتظار ذلك بغيت نخلي معكم هذه الأيام الكتاب المقدس والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجدة مجدا كما لوحيد من الآب مبلوءا نعمة وحقا إنجيل يحنى الإصحاح الأول والآية 14 ترجمة نانسي قنقر